وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 786 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 283 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 103 أطنان وفي مجالي الحجب والبيع بأسعار السلع الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط 97 طن وفي مجال البيع بأسعار السلع الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 23 طن وفي مجال البيع بأسعار السلع لمواد البناء تم ضبط 60 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 483 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و70 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات 107 أطن ترجمة نانسي قنقر